أهلاً بالجمهور الكريم في هذه الحلقة نواصل تكميلة الرد على تعليق الأستاذ أسامة من المغرب رفض أهل الكتاب اتباع قبلة محمد الجديدة نحو المسجد الحرام الأصلي الجبل المقدس جبل حريب الذي ظهر فيه الله لموسى بحسب التوراة والقرآن وكذلك مكان نزول الوصايا العشر كما جاء في سفر الخروج الإصحاح 24 العدد 14 والقرآن في سورتي طه 12 والقصص 30 ننتقل الآن للآية الثانية التي قدمها الأستاذ أسامة في سورة الفتح 25 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام قبل الحديث عن المقصود بالمسجد الحرام في هذه الآية يجب الرجوع للآية التي قبلها وتسليط ضوء عليها من ناحية تاريخ المادي حيث تقول هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أدفركم عليهم إلى آخره فهذه الآية لا تتحدث عن صلح الحديبية كما جاء في الموروط الإسلام وموقع الحديبية ليس ببطن مكة جغرافيا بل بعيدا عنه بأكثر من 20 كيلومتر إذا سلمنا جدلا بأن الآية تتحدث عن مكة الحالية فكما سبق أن قدمت في إحدى حلقات صندوق الإسلام مع الأستاذ حامد عبدالصمد فالكلمة مكة من ناحية الفيلولوجية كما قال أستاذ كريستوف ليكسانبيك ليست مكانا جغرافيا وهذا ما يوافق ما توصلت إليه الدكتورة باتريشيا كروم بعدم وجود مكة في الخرائط والعقود التي ترجع لتلك الفترة أو قبلها وإنما بحسب رأيي كما يقول الأستاذ ليكسانبيك إذ غام حرف العين في الكاف معكة بمعنى الصدام ومنها جاءت كلمة معركة والله كف أيدي الأعداء عن المؤمنين وكف أيدي المؤمنين عن الأعداء ببطن معركة وصدام بين الفريقين فريق المؤمنين وفريق الكفار وهذا هو بالضبط ما نجده في تاريخ هرقل للمؤرخ الأرميني سيبيوس أو بسيدو سيبيوس كما يحلو للبعض وهو يتحدث عن المعركة التي دارت رحاها بين الروم البيزنطيين من جهة والعرب برئاسة محمد واليهود من جهة أخرى كان النصر حليف اليهود والعرب على الروم والسبب كما يخبرنا سيبيوس هو القرار الذي اتخذه هرقل العظيم بعدم الدخول في الحرب ضد العرب واليهود والهجوم عليهم كما هو متوقع حتى يصل آخر جندي روماني لأرض المعركة والاكتفاء بوضعية الدفاع فكان تخطيط سيء مما جعل كلا الفريقين في حالة ترقب حتى بادر العرب بكمين محكم للروم عجل بفشلهم وهزيمتهم هزيمة نكراء وأدفر الله الحلف العربي اليهودي على أعدائهم البيزنطيين وسبب تحالف اليهود بالعرب بقيادة محمد كان سببه كما قال سيبيوس وأكدتها رسالة للراهب ماكسيموس المعترف يخبر فيها يحن أسقف كيزيكوس بأن عددا من اليهود أجبروا على التنصير من طرف الحاكم جورج في قرطاج بأمر من الإمبراطور هرقل وأكد ذلك رسالة تعليم يعقوب أي دكترينا جاكوبي وهذا الانتصار أطلق عليه اسم عذرة باللغة الآرامية بمعنى نصر إلهية وليست معركة بدر كما جاء في القراءة القرآن الحالية فالمعركة التي خاضها العرب ضد جيرانهم والتوسع على حسابهم جاءت في جو تسوده الندرة السودوية التي كانت تعيشها منطقة الشرق الأوسط من تطاحن مستمر من قبل البزنطيين والسسانيين التي أضعفت القوتين وأنهكت مصادر عيش الشعوب التي تحت حكمهم وانتظر الكل نهاية العالم وهو ما يسمى بالأبوكاليبس وهذا السبب جعل محمد نبي العرب الانتصار على الروم مسألة محسومة وهي مسألة وقت بسيط جدا وذلك واضح من خلال قراءة النبي لبداية سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وكذلك هي قراءة لعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وابن عباس وغيرهم خلافا لقراءة الجمهور والثقة التي كانت عند محمد بانتصاره على الروم نابعة من وعد الله بتحقيق وعده والرجوع أرض المعاد فلسطين لدرية إبراهيم وهو أي محمد واحد منهم من أبناء إسماعيل في حين هرقل ليس منهم وهذا ما جاء في التوراة صفر التكوين الإصحاح 12 من العدد الأول إلى العدد الثالث فكان يحرض أي محمد أتباعه على القتال كما تخبرنا سورة الأنفال 65-66 وكذلك السبب الآخر يظهر في الآية التي قدمها الأستاذ أسامة في سورة الفتح 25 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله إلى آخره فالبيزنطيين بقيادة هرقل عظيم كفروا بوعد الله الذي أعطاه لدرية إبراهيم الخليل في التوراة ولم يتنازلوا عن الأرض الموعودة لأصحابها درية إبراهيم من عرب ويهود فصدوهم أي البيزنطيين على المسجد الحرام وهذه المرة إشارة لبيت هامقداش وليس لبيت لجبل حريب عفوا فالنصرة بالنسبة لمحمد كانت مسألة وقت فقط كما قلنا وهم على أبواب من نهاية العالم الأبوكاليبس وهذه اليقين ملموس في الآية الثالثة التي قدمها الأستاذ أسامة في صورة الفتح وهي الآية 27 لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين إلى آخره لأنهم أصحاب حق على هذه الأرض وبالفعل هذا ما أكده التاريخ المادي بدخول محمد بيت المقدس بعد انتصاره على الروم البيزنطيين سنة 634 وكان وقتها فاتحا للقدس ولا زال على قيد الحياة بخلاف ما قالته المراجع الإسلامية أن عمر بن الخطاب هو الذي فتح فلسطين أما الآية في صورة المائدة الآية 97 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس إلى آخره فالكعبة هو البناء الدائري الذي بناه اليهود مباشرة بعدما انتصروا صحبة العرب على الروم ومسكهم زمام بيت المقدس وهذا ما أكده سيبيوس ولا زالت آطار البناء القديم كأقواس موجودة إلى الآن أمام قبة صخرة التي بناها عبد الملك بن مروان ولتكملة الموضوع كونوا معنا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء